عاشق يأتي من الحرب إلى يوم الزفاف الديوان التاسع للشاعر محمود درويش من ضمن أعماله الشعرية الكثيرة صدر عام 1977 قصائد مهدات إلى شهداء بين منحا غنائي وأخرى ملحمي في تواتر واحد فهناك دوما سبيل للحياة في شعره إلا إنهم يغتصبون الخبز والإنسان عندما تتناول عملا لمحمود درويش فإنك حتما ستتوه في معان وصور وعواطف كثيرة ديوان أعراس بقصائده الخمس عشر يأخذك إلى الأرض الأولى حيث النخيل والبنفسج والشاطئ والدم حيث خديجة واقفة عند الباب بعد مقتل الفتيات تريد أن تغلقه وحيث أحمد أحمد العربي أو أحمد الزعتر أو أيا كان اسمه بيدين قويتين خصبتين وحيث تكالبت عليه البشرية وهو الأعزل إلا من حلم هو البنفسج في قضيفة وحيث يأتي عاشق من الحرب إلى يوم الزفاف متحدثا عن محمد الشهيد أمير العاشقين وزوج الدوالي وسياج الياسمين ثم يأخذك إلى المهجر إلى أرض غريبة عنك لكنها أكثر أمانا لك أهي كذلك؟ في قصيدة يرثي فيها الشاعر راشد حسين الذي اغتيل في المهجر عام 1977 حرقا وكان من شعراء المقاومة الفلسطينية الذي يرى أبعد من بوابة السجن يرى أقرب من أطروحة الفن يرى الغيمة في خوذة جندي سهلا كان كالماء بسيطا كعشاء الفقراء مكملا في وصفه لا أذكر من عينيه إلا مدنا تأتي وتمضي راميا إلى الضياع إلى فقدان أرض ترس عليها الأقدام وتعانقها القلوب فتراها لماذا تختفي يافا إذا عانقتها؟ وفي مرثية أخرى بقصيدة الرمل عن إبراهيم مرزوق كان يرسم وطنا مزدحما بالناس والصفصاف والحرب وموج البحر والعمال والباعة والريف ويرسم جسدا مزدحما بالوطن المطحون في معجزة الخبز كما أنه قد صور لنا محاصرات الشهيد والفقراء والغربة ثم تنام وحدك بين رائحة الضلال وقلبك المفقود في الدرب الطويل وكعادة درويش لا يخلو شعره من أنثى ولو كانت مجازية ك ريتا وريتا تنام تنام وتوقظها أحلامها نتزوج نعم متى؟ حين ينم البنفسج على قبعات الجنود خاتما ديوانه بست قصائد تحت عنوان حالات وفواصل متطرقا فيه إلى الوجود تارة هل يحس المحبون أني لهم شرفة أو قمر؟ إنني أنتظر وإلى الحب تارة رجل وامرأة يفترقان ينفضان الورد عن قلبيهما ينكسران وإلى النسيان أحيانا أخرى لا أنسى من المرأة إلا وجهها أو فرحي كل قصيدة كانت جسدا أو اعتداء أو نبضا لم تكن كلاما وما نفع القصيدة؟ شاعر يستخرج الأزهار والبارود من حرفين والعمال مسحقون تحت الزهر والبارود في حربين فدوما هناك سبيل في شعره للحياة إلا إنهم يغتصبون الخبز والإنسان بأسلوبه الشيق بين لحن غنائي وآخر ملحمي بين تفصيل سردي وتكثيف شعري منتقلا من السارد إلى الشخصية ومن الشخصية إلى السارد متمحورا حول عناصر الموت والحياة ذائبا في رموز أبدية أبدع في خلق لوحة تسيل دماؤها من بنفسج يعيرنا فيها خيالا آخر وحياة أخرى رغم تصويره لمعاناة الواقع معطيا إيانا هدفا الأرض وبين حنين إلى الأرض ونشوة التراب أحلام كثيرة تنتظر على قائماتها تنادينا إلى البلاد الأولى إلى السيدة الأرض قف على ناصية الحلم وقاتل فلك الأجراص ما زالت تدق ولك الساعة ما زالت تدق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر